بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبناء بناتي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث عن الشباب حديث مهم من عدة جوانب أولاً الشباب أجمل مرحلة في حياة البشر في حياة الإنسان الشباب رمز الفتوة الشباب رمز الأمل الشباب رمز القوة القوة البدنية القوة العقلية الذهنية القوة المعنوية الروحية وقد استمعنا إلى إخواني الأساتذة جزاهم الله خيراً وهم يذكروننا بقوله تعالى في سورة الكهف الآية ثلاثتاش إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ربنا ذكر الشباب الأنبياء كلهم شباب المصلحون الفاتحون التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني المشرق صنعه هؤلاء الشباب من الرجال والنساء من الذكور والإناث فالتكامل حاصل بينهم حتماً ولكن هؤلاء الشباب طاقة عمار أو دمار طاقة بناء أو هدم معول دمار أو أساس بناء فالشباب إذن لابد من الاهتمام بهم وأحيي القائمين على جمعة كافر اليتيم الولائية بتيارت أنها تهتم بالتكوين لأنه لا تمكين بلا تكوين لا تمكين بلا تكوين الشباب يعيشون مشكلات وهموم كثيرة من هذه الهموم هم الانتماء حقيقةً هو هم كبير هل الشباب ينتمون فعلاً إلى هذا العالم هل ينتمون إلى الوطن هل صلتهم بالبلد بالوطن قوية أم مهزوزة السؤال واضح والجواب أحياناً يكون مريحاً وأحياناً يكون محزناً جداً من مشكلات الشباب هذا الفراغ الهائل وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أن هذا الفراغ القاتل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وهذا الفراغ مع الثورة التكنولوجية الهائلة التي نعيشها جعلتهم يسيئون استغلال التكنولوجيا لأن التكنولوجيا وسيلة وقد ثبت في الفقه الإسلامي أن الوسائل لا حكم لها الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد لا بالوسائل بمعنى أن هذه التكنولوجيا إذا أسأنا استخدامها دمرت وخربت وإذا أحسن استعمالها لا شك أننا نستثمرها فيما ينفع ولا يضر في تحصيل العلوم وتحصيل الثقافات وتحقيق التواصل بين أبناء المجتمع الواحد بل تحقيق التواصل على مستوى الأسرة البشرية من مشكلات الشباب المخدرات التي فعلت فعلتها الخمور المخدرات التي دفعت الشباب إلى العنف بجميع صوره دفعت الشباب إلى الجريمة بمختلف أنواعها جرائم على الأموال ألف جرائم على الناس على البشر النفوس با جرائم على الأعراض جرائم لا نحصها عددا المخدرات السموم البيضاء خطر يهدد الجميع وكلنا على خطر عظيم لا يمكن لأي مننا أن يدعي أنه في مأمن هذا خطر كبير يهدد شبابنا وأبناءنا في المتوسفة في الإبتدائية والمستوى المتوسط والثانوي والجامعي في دور الشباب في الشوارع والغابات والأسواق والطرقات هم كبير كم من جريمة وقعت هزت مجتمعنا كما هزت المجتمعات الأخرى لأن هذا الهم هو هم يطال الجميع هذه الجرائم التي هزت مجتمعنا بسبب المخدرات إذن هذا الذي يحفز فينا ويجعلنا نتحمل مسؤولة كما قال إخوتي الأساتذة ماذا فعلنا لهم إذن هموم الشباب لا نحصيها عددا تعالوا بنا الآن بعد التشخيص يأتي العلاج لابد من وصفة علاجية أردنانس فيها جملة من الأدوية للرماد جملة من الأدوية من هذه الأدوية ترسيخ الإيمان في قلوب الشباب أتدرون لماذا؟ لأن خالقنا هو الذي قال إنهم فتية أمنوا بربهم لأن الشباب الموصول بالله هذا ضمان وصمام أمان الشباب يعرفوا ربي ما يتيهوش ما يضيعوش خطر يعرفوا ربي إذا كان الشباب يعرفوا كل شيء العلوم والمعارف ما يعرفوش ربي هؤلاء ما ينفعوش ممكن يستخدموا هذه التكنولوجيا في واش في الدمار والآن أنتم أقدر على الدمار من نحن أتدرون لماذا؟ جيبوا ألف محاضرة من المختصين والخبراء والآئمة ألف محاضرة أنتم كما تسميوها تغريدة صغيرة في الانترنت تدير كلش أليس كذلك؟ تزرعوا الشبهات بتغريدة برسائل قصيرة في هذه شبكات التواصل الاجتماعي إذن الأمر ليس هينا فالأمر خطير جدا إذن العلاج الأول الإيمان ربنا عز وجل وهو أعرف بخلقه وبجميع الكائنات ربنا قال وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي لِوحَى إِلِهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ربي وحد لا شريك له فمن يكفر بالطاغوت شوف الآية في صورة البقرة الآية 256 بعد آية الكرسي مباشرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالة في صاملها إذن انظروا ماذا يفعل الإيمان في الإنسان عموما وفي الشاب أو الشابة خصوصا هذا العلاج الأول العلاج الثاني هو زرع القيم الطربوية هذه من خصائصها الثبات كل شيء تغير ولكن هناك أمور لا تتغير جبال رواسي ثابتة لا تتغير لا تتبدل ما هي القيم لفالور قل مثلا الحياء الحياء قيمة تبقى هكذا حتى نهاية الدنيا أليس كذلك ما يجيش واحد يقولك لا الحياء قيمة طربوية مهمة أما الآن في الزمن التكنولوجيا والأنترنت لا يحتاجوا إليها يقولك تجاوزها الزمن أبدا النبي صلى الله عليه وسلم كي قال في حديثه الشريف قال الإيمان بضع وسبعون شعبة هذه رواية الإمام مسلم ورواية الإمام البخاري بضع وستون شعبة أعلىها لا إله الله وأدنها إماطة الأذى عن الطريق انظر الحديث عن الإنجازات بارك الله فيكم هذا إنجاز كبير إماطة الأذى عن الطريق الآن مؤتمرات وقوانين دولية واتفاقات وندوات عالمية باش يحكيوا فقط على الانفيرنمون البيئة هاو نبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا المحافظة على البيئة من خلال هذا الحديث الجامع وربنا أرشدنا كذلك باش نحافظوا على هذا الأرض قال ربي سبحانه إن الله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين الفساد في الأرض في الكون في السماء في البحر في الأرض في الغابات في الشوارع في الأسواق في كل مكان في الأحياء الفساد ما ينفع لازم نربيه الكبدع للأرض على هذه الكرة الأرضية لأن الكرة الأرضية لو اشتكت إلى الله لو نطقت لاشتكت إلى الله من ظلم العباد سكان الأرض دمروها ما حافظوا عليها ما حافظوا عليها دمروها خربوها لوثوها ولكن ديننا يدعونا إلى المحافظة على البيئة إذن في القرآن والسنة وعقلاء الدنيا الآن يقولون هذا الأمر الحديث أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطارق ومن باب أولى أنك لا تلوث طارق إذا لقيت والله غير من صور العجيبة يعني نقولها لكم الآن وقد حضرتني الآن قرية من القرى التي تحصلت على الجائزة الأولى في النظافة هناك بعض المسابقات تندير في بعض المناطق قرية تحصلت على المرتبة الأولى في النظافة بمعايير موضوعية كي جابوا هذا النتيجة رح تنديلهم محاضرة حضروا أكثر من ثلثة من شخص طبعا ما كانش قاعد ترفض هذا العدد يعني في برة في الفضاء وصد زوج أصدقاء قتلهم وأنا ألقي المحاضرة أنتم ما دخلوا القارية لأنهم معظم القارية رهي هنا كأنه النفير العام بقوا غير العجازة والمعوقين فقط دنيا كأخر جد قتلهم إذا القيتوا لأوساخ في القارية جيبوها باش نقولهم احذروا لازم تحافظوا على هذا الإنجاز لأن النجاح إذا كان سهلا فالأصعب هو المحافظة عليه كيف تحافظ على النجاح الذي حصل بعد ما تقريب ساعة من المحاضرة حضره في زوج فاجأوني بمفاجأة من أغرب ما يكون ما هي المفاجأة جابوا لي جهاز بورتابل الهاتف قال الطفل لا يتجاوز خمس سنوات شافه بطاياورت علبها كذا مرمية وواحد تبعه بالكاميرا بلا ما يفيق هذا الطفل الطفل اللي راح يرفدها يماطط الأذى عن الطريق وكيرفدها ادهال المكان الخاص وطفل دارها سبونطاني يعني عادي بشكل عادي كي شفتها مدتها حوالي دقيقة قلت لهم مبروك عليكم خمسين سنة من الحضارة مبروك عليكم خمسين سنة من السيفيزم من النظافة علىه مدم طفل صغير ارفض هذه العلبة ودهال مكانها معنتها قيمة النظافة مغروسة اتفقنا يلا إذن هذا الانتماء هذه القيمة الطربوية لازم تغرس هذا العلاج رقم اثنين النبي عليه الصلاة والسلام واش قال إنما بوعثت لأتمم مكارم الأخلاق شوف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث مئتين وثلاثة وسبعين علىه النبي الصلاة والسلام أقر بالأخلاق والقيم التي كان يتمتع بها الناس قبل الإسلام أليس كذلك تسمعون جميعا بحاتم الطائي حاتم الطائي ورجل بماذا اشتهر حاتم الطائي الكارم أرنا في 1444 الهجرة أرنا في 2023 والناس يتحدثون عن الكارم الرمز هو حاتم الطائي كتب عنه الشعراء وصفه الأدباء لماذا لأنه ارتبط بقيمة واحدة فقط اسمها الكارم والله رحمة المتنبي النهار اللي قال الشعر الذي ارتجله من أروع ما قيل في الكارم قال كارم تجلى في كلامك ماثلا ويظهر عتق الخيل من أصواتها هذا مطلع قصيدة المتنبي كارم تجلى في كلامك ماثلا ويظهر عتق الخيل من أصواتها وقال الشاعر إن الكرامة إن الكرامة وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب إن الكرامة وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب أنت تفكروا عن طرب شدات ياخي من عارفوش ما هوش عايش في تيارة ولا سقارة سلفها في العاصمة ما هو الله نذكرها بالرجلة أليس كذلك الرجلة هذه رب يهضر عليها فالقرآن آيات كثيرة والأحاديث كثيرة صورة الأحزاب من المؤمنين رجال الرجلة الرجلة وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى صورة ياسين الآية عشرين آية الرجلة إذن هذا الرجلة هي أزمة من أزمات العالم الآن هي الرجلة الراجل ما يكون حقار الراجل ما يضيع الراجل لا يستقيل الراجل لا ينظر بعيداً عن الميدان الراجل هو ذلاي ليبدد حياته في ثرثرة والكلام وفقط ربنا كلما ذكر الإيمان وهو أكبر مشروع في حياة الإنسان إلا وربطه بالعمل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات صورة الكهف الآية مئة وعشرة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً صورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثلث مرات العمل في آية واحدة آيات عجيبة جداً وكثيرة إذن القيم نبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية الأدب المفرد صالح الأخلاق إذن هذه رسالة قوية باش نهتم بالقيم إذن هذا العلاج رقم الثنين الدواء رقم ثلاثة ما هو هو المحافظة على العبادات لأنه ما كان حتى عاقل ولا فيلسوف ولا مهما ارتقت علوم الناس لازم تدريب مستمر أنعمه وشفنا كثير من العلماء الذين أسلموا وقد دخلوا الإسامة من أوسع الأبواب منهم يعني موريس بوكاي منهم أيرثر أليسون منها إدوارد سبينسر غولز طبعا هذا الأسماء بينما أنتعنا وغيرهم هذا قال أقرأ كتاب أيرثر أليسون تحت عنوان لا تخف يتحدث عن الصلاة حديثا غير مسبوق بش يقول ما هي فوائد الصلاة عليش خمس مرات في نهار طيب والصيام أليس كتدريب على كذا تعرفوا كامل فوائد الصيام غير كتخرجنا من مدرسة الصيام الزكاة التي تدرب الإنسان على العطاء العطاء يدرب على العطاء ويدرب على الإنفاق أليس كذلك إذن هذه عبادات والحج اللي هي عبادة بدنية اجتماعية مالية الحج يجمع كلش إلى آخره بش نقول عبادات هذه نعم لذلك ربي سبحانه قال وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون صورة الذريات الآية ستة وخمسين عبادة ما نغفلوش عليها لازم شباب نوين يكون يقولها حمود الحمد لله رحمه هذا الشهيد هذا العالم العالم الكبير عمره ثلاثة وثلاثين سنة نتحدث عن هؤلاء ويستحقون التعريف حقيقة لأنهم أفضوا إلى ربهم ثلاثة وثلاثين سنة كي راح إلى جامعة نيس بمنحة من الجزائر من روائع ما قال قال كن جيو اقتصالات ونصلي بكل فخر واعتزاز حسب لي أنا أنتمي إلى أمة سمى أمة الإسلام وقل بموصول برب العالمين قدام الجور قدام الجنسيات المختلفة عادي وحينما يسألونه يجب ماذا فعلتكم صليت صليت فبتل إذن واحد ما ما يزمشي تعقد بهذه العبادات هذا أمر مهم لأن العبادات عندها دور كبير في تغيير العادات أتدرون ربي قال في صورة الرعد ذلك عجبين الكلمة قالها الأستاذ شباب رائد راعد شباب رائد راعد صورة الرعد الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم العبادات الدواء الرابع إيه هو وهو مهم جدا لازم تضافر جهود جميع المؤسسات في تكوين الشباب نبدأ بالأسرة الأسرة هي المحضن الأساس اللي عنده دور كبير في رعاية الشباب في زرع القيام في مرافقتهم في تهيئاتهم باش يكونوا أعضاء في المجتمع أراكم تعرفوا كامل أحياناً كي تزوروا لعائلات تلقوا طفل تقول هذا الطفل تسلم عليه ويجيك ويلعب معاك وتلقى طفل واحد آخر أنت ترفضوا يبدأ يبكي واش تقولوا على الأول والثاني أكيد عندنا انطباعات نقولوا هذا يعاشر هذا اجتماع أول آخر على بلكم كيني بعيشاك ذاك عنده عام عامين ربعين سنة خمسة وربعين ستين سبعين ويروح استقال من البداية من البداية تدخل في واحدة التونيل وقالوا كافي اليتيم الشيخ العربي يقولوا ما اروحوا يا شباب تخدموا وتحضروا معنا وتعاونوا وتعاونوا اليتام وكافي اليتيم كهاتين حديث لابيس طار ياسم في الجنة لا شيء يقول كنايا أنت ميمتي إلى جمعية كافي اليتيم أجتمي إلى جمعية اش تي ام حشيشا طلبا معيشا برك وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام إذن الأسرة عندها دور في زرع القيم زيد بعد الأسرة يجي الجامع المسجد الجامع خادم للمجتمعي لازم الجامع يأدي دور ما يبقاش غير صلوات فقط الصلاة عماد الدين نعم ولكن الجامع عنده مؤتمر أسبوعي على بلكم ربي حسبنا على هذه المؤتمرات في الدنيا كامل باش تنظم مؤتمر لازم لك تكاليف مصاريف دراهم تذكر طائرات ويقامة تكفل أليس كذلك؟ والجامع الناس يجيوا للجامع ما يصرفوا عليهم ولو دوره مكاش مؤتمر أسبوعي هل بلكم هذا المفروض إذا أحسننا استثمار هذه اللقاءات انتع الجمعان سنفعل الكثير خطري جيقا على المجتمع ارجال إنسان صغار كبار والخطاب المسجدي الواعي الذكي الذي يدرس المجتمع ويتبنى هموم المجتمع ويقدم التدابير الوقائية للمجتمع والإجراءات العلاجية والوقاية خيم العلاج نقول المجتمع الجامع قد أدى دوره نروحوا للمدرسة هاو المدرسة ماشي روحوا ذرالي للضرب علشنا سكر هاو المدرسة الشاب صغار طبعا فيه مثل قوله بالقبيلية أندي زوارولي التبعيث وضار نعناه وين يسبق القلب هذون يمشي الرجلين او الصحوى القلب القلوب إذا كان قلوب تحب المدرسة هاو ذرالي يجري وصبح باش يروحوا للمدرسة أليس كذلك أتذكرون هذه الأشود أنت أعزمان مدرسة أنا الأوان وحانا أنا في تاريقة سمعتها منذ تقفية رمضان والله غير سمعتها غير بكيت واحد فوتالي في العاصم بكيت حنين مع هذا الأنين نعم على وذرالي كرهو أليس كذلك شوفوا دليل آخر النهار اللي يجيبون العطلة على بلكم طريق يعني الشوارع الموصولة بالمدرسة نعمرة نعمرة باش الأوراق المقطعة شغل استقلال الكاراريس يقطعوها الكتوب يقطعوها بمعنى بمعنى يكرهو الحمد لله الحمد لله كي جات العطلة وهذه تحتاج إلى بزاف أمور السوسيولوجية وعلم النفس وعلم الشريعة بزاف أمور تتعاون من أجل استمالة قلوب الصغار إلى المدرسة أجدادكم أجدادونا كان يحبوا المدرسة ما عندهم والو مكن لا كهرباء ولا مكنة مليحة ولا رقاد مليح ولا أقلم ولا تري سي تي ولا كهرباء والله غير أذكر غير باللمبان تاع الجاز مش الشمعة الشمعة رهي الحضارة اللمبان تاع الجاز وكان أشياء أخرى قبل هذه ولكن يروحوا يتمرمدوا في الزوايا في التكايا غربة المكة اللي يكلوها هما ليطيبوها يعجنوها ذا فرفوشت يعني أي حاجة ولكن جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال المحنزيد في العقل الآن نذران الله يبرك عندهم التوئلات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ولكن ما دور هنا دور المعلمين هنا ودور الأولياء في تحبيب في زرع محبة المدرسة في القلوب إذن المدرسة عندها دور وكذلك أيضا الإعلام وحقيقة الإعلام له دور كبير جدا لماذا؟ لأن الإعلام عنده رسائل توصل بلا حدود ولا سدود وأنتم الآن أرباب الإعلام لكل واحد منكم عنده تليفزيو فيدو هاو فيدو بكري كاين راديو كاين تليفزيو كاين وحدا نواري بلو ذلك الله يبرك بسم الله ما شاء الله أنتم صحيح كان تليفزيونات وإلى آخره وإذا عدت ولكن أنتم أيضا عندكم دور لأن الشابب أنتم قادرين باش تنصحوه تتكونوا على مستوى جمعيتك في اليتيم أنتم عندكم قدر باش توصل الرسالة إلى أمثالكم رسائلكم تقبل ربما رسائلنا ترفض يقول كنتو ما كبارسي نورمال تهضروا على الدين على الحاجة المليحة ولكن أنت صغيرة وانت صغير تقول له واش تلعب البانو كيما أنت كيما هو وركم تحضروا بسم الله ما شاء الله وتقرأوا وتخرجوا ومؤتمراته وملتقياته وثقافاته إلى آخره إذن نتكلم مرة أخرى الإعلام عنده دور كبير في البناء وفي زرع القيم وفي التأطير وفي المرافقة أيضا الجمعيات وبذلك أختم ومن هذه الجمعيات جمعية التي نظمت اليوم لقاءا تكوينيا للشباب أتوجه بالشكر الجزيل إلى هذه الجمعية المحترمة الواعية لأنها تعرف كيف تبني الرجال ونقولكم يا جماعة الخير بناء الإنسان أصعب من بناء العمران بناء الإنسان أخطر من بناء العمران باش تبني باطمة تبني عمارة سهل ولكن باش تبني الإنسان ليس بالأمر الهيين الآن في الخاتمة نقول واش تدير الجمعية الجمعية هذا التكوين هذا اللقاء في حد ذاته مهم يضاف إلى هذا التكوين حاجة أخرى جدا مهمة وهي معرفة الطاقات والكفاءات خطر كل ميسر لما خلق له كل واحد ونعطى الوربي القوة بلك القوم جمعا منكم عندهم قدرات في الإعلام لازم توجيهي كن الإعلام واجمع أخرين العام الخيري يحبوا يعاون الفقارة والمساكين واليتامة والآراميل بسم الله ما شاء الله وذكرنا البريحة في تيسم سيلت قلنا في رمضان هذا مثلا أشكون اللي طبق قوله تعالى فاستبقوا الخيرات هم الشباب صحيح الكبار عندهم دراهم يمدوا أي يمدوا ما يقولوا الشباب راح أعطي انت مئة ألف ولا مئة مليون لا ولكن صحاب المصانع والتجارة وكذا ربي قلهم وأنفقوا مما جعلكم مستخلافين فيه ثم عندكم دراهم ساهموا أشكون اللي يوقف ويعيش في الوطوروت البارح حكيت حكاية واحد شاب فيه ولدي يعيش بليدة ثمانية وعشرين يوم ما افطرش مع مواليه أعيد ثمانية وعشرين يوم ما افطرش مع مواليه كان في الوطوروت في طريق السيار يوكل عابر السبيل يوكل المسافرين ما عدا الليلة الأخيرة اللي يفطر مع مواليه شكو اللي يقدر يدير هذه غير الشباب لذلك كل ميسر لما خلق له فاعتقد معرفة الطاقات والكفاءات هذه مسألة مهمة جدا ثم تفتيق هذه القدرات وعلو الهمة شكو نديرها أنتم مع الكبار عندكم همم جميعا أنصحكم بقراءة كتاب رائع لابن الجوزي تحت عنوان صيد الخاطر في الصفحة 17 دار عنوان علو الهمة صحاب الهمم في الصفحة 143 عنوان علو الهمم على ممكن واحدة منكم يكون عندها همم تعدي بها الأخريات واحد منكم يا شباب عنده علو الهمم يوصلها للأقران تاعه للشباب كما هو وفي الصفحة 120 دار عنوان مهم نحو ترشيد الهمم هنا يأتي الدور الكبار دور المؤسسين دور الخبراء كل في مجاله في مرافقة هؤلاء الشباب وفي دعمهم وفي تحقيق آمالهم وفي النهاية نتعاون جميعا كما قال ربنا جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر